أشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيسي الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أشهد بالمنصة الفريدة التي يتيحها معرض اكسبو 2020 دبي للاحتفاء بالتنوع الذي يميز الحضارة الإنسانية وما قدمته من ثقافات متعددة المشارب وما تثميره من أفكار مبدعة وأكد سموه أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الكبير إنما يعكس نهج الإمارات وحرصها الدائم على بناء جسور التواصل البناء بين الشعوب والتقريب بين الأفكار جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم إلى مقر اكسبو 2020 دبي حيث شملت جولة سموه في المعرض تفقد عدد من أجنحات الدول الصديقة شملت اليونان وأستراليا وأسلوفاكيا وأستونيا وضمن زيارته إلى جناح جمهورية اليونان اطلع صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم على مكونات الجناح المقام في منطقة الاستدامة وتسعى من خلاله اليونان إلى إبراز ما تتمتع به من مقومات جذب في ضوء ما تملكه من تاريخ وحضارة عريقة وتفقد صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة جناح أستراليا المقامة في منطقة التنقل تحت شعار حلم السماء الزرقاء والذي يعكس القيم التي تؤمن بها استراليا من تفاؤل بالمستقبل وما تتمتع به من ملكات الإبداع والابتكار كما زار صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم جناح جمهورية سلوفاكيا المقامة في منطقة التنقل والذي يركز على إبراز التقدم الذي أحرزته سلوفاكيا في مجال صناعات المستقبل لسيما في أنشطة التنقل والطيران إلى ذلك زار صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم جناح جمهورية أستراليا المقامة في منطقة التنقل وهي تعد من أكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية شكرا